على حجز قلندية القريب من مدينة القدس اندلعت مواجهات بين الجيش الاسرائيلي والفلسطينيين الذين شيعوا جثمان شاب سقط متأثرا بجراح اصيب بها في وقت سابق وفي خربة الطويل جنوب مدينة نابلس ادى الناس صلاة الجمعة على هذه الارض المهددة بالمصادرة وفي تجمع سكاني ينتظر الاخلاء والهدم الذي يجري ان اسرائيل تستغل المفاوضات كغطاء للتوسع الاستيطاني وللجرائم ضد الشعب الفلسطيني 22 شهيد سقطوا حتى الان منذ بدأت المفاوضات الاف الدونمات صدرت مئات الوحدات بل الاف الوحدات الاستيطانية تم انشأها والان نحن هنا في الطويل نموذج للاراضي المهددة بالمصادرة وهدم البيوت حتى الجامع يريدوا ان يهدموه الحاجة ابو حمزة عاش دهرا في هذه الارض يفلحها ويعيش من خيرتها وهو بعيد كل البعد عن المعادلات السياسية التي اجبرت القيادة الفلسطينية على التعهد بمواصلة المفاوضات لفترة زمنية ولكنه قريب جدا من التطورات الميدانية التي يصنعها الاحتلال فقد تفاجأ مثل بقية سكان هذه الخربة باختارات هدم لمنزله ومنازل جيرانه وحتى المسجد اختارات انه هاي ارض عسكرية وارحلوا من هانه وين نروحنا وين بدنا نروح فيش هنا مكابل للي هاي معيشتنا من زمن اجدادنا واحنا هانا هذا السول هاي لو لا احنا بنموت من الجوع وتشهد منطقة اغوار نهر الاردن عمليات هدم جماعية لخرب وتجمعات فلسطينية ثمانية عشر امرا بالهدم هنا وثمانية تجمعات مشابهة مهددة بالاخلاء حيث تسعى اسرائيل لتوسيع مستوطناتها في هذه المنطقة من اجل عزل الفلسطينيين عن غور الاردن وابعادهم عن الحدود الشرقية اقام الفلسطينيون هذا البناء قبل مئات السنين من قيام دولة اسرائيل ولا غرابة بان يكون مهددا بالهدم بحجة انه بناء غير شرعي فالاحتلال الاسرائيلي في هذه الارض يفصل الشرعية وفق مقاصه ويفهمها وفق مصالحه من خربة الطويل عبدالحفيظ جعوان العربية لاراضي الفلسطينية